نبقى في الشرق الأوسط قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات ذخيرة لحزب الله في ريف حمص أفدى المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة من ميليشيات الإيرانية وتدمير مستودعات ذخيرة في الغارات الإسرائيلية الجديدة على ريف حمص بوسط سوريا وأوضح المرصد في بيان صحفي أن انفجارات عنيفة دوت ليلة السبت الأحد في مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لحزب الله اللبناني في قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية نتيجة لغارات إسرائيلية وفقا لوكالة الأنباء الألمانية وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي صدف قاعدة لصواريخ الدفاع الجوي أس مائتين في قرية القدموس بريف طرطوس بعدد صواريخ تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي ووفق المرصد فقد أسفر القصف عن تدمير الموقع في القرية وسط اشتعال النيران كما قتل وأصيب خمسة من الحرس الثوري الإيراني وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ولفت المرصد النظر إلى إحصاء تسعة عشر استهدافا إسرائيليا للأراضي السورية خلال عام الفين وثلاثة وعشرين خمسة عشر منها جوية وأربع برية مشيرا إلى أن تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو اثنين وأربعين هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخيرة ومقرات ومراكز وآليات كما تسببت تلك الضربات بمقتل تسعة واربعين عسكريا بالإضافة لإصابة اثنين وأربعين آخرين منهم بجروح متفاوتة شكرا 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 شكرا